حكومة تقرأي تقدم التعازي وتعبر عن حزنها بموتى اللواء قبر مدهن فقادو الذي فقد حياته قبل يومين خلال فترة سجنه في أديس أبابا وصرح في البيان أنه كان مسجون وتم تعذيب قتل اللواء بطريقة وحشية من قبل الحكومة الإثيبية وأيضا قال في البيان أنه كدس حياته للشعب والوطن لتحسين الاقتصاد والديمقراطية في الدولة وأنه أيضا كان مخلص لعمله بكل كلل واللواء قبر مدهن فقادو انضم إلى صفوف جيش المقاومة ضد المجلس العسكري في عام 1975 وفيما بعد انضم إلى قوات الوطن الأثيوبي بعد أن أطاحت المقاومة المجلس العسكري لدرد وقبل أن يتم اعتقاله في نوفمبر عام 2020 عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية الحرب ضد تقراي خدم كرئيس الاتصالات الإلكترونية في الاتحاد الأمن الوطني الأثيوبي واللواء قبر مدهن كان مخلص للدولة في الحرب الإيرترية الإثيوبية وفي مهمة حفظ السلام ضد الشباب في الصومال وحث البيان أنه يجب تنشيط تحقيق القتل الوحشي ويجب على المجتمع الدولي أخذ الإجراءات اللازمة ضد حكومة إثيوبية الاستبدادية بحق قتل وتعذيب الشعب تقراي وتم قتل اللواء قبر مدهن قبل أن يحضر لجلسته بيوم الذي كان متوقعا يخلى سبيله وكان اللواء زوجا مخلصا وأبا لثلاث أبناء ترجمة نانسي قنقر